في خطوة مثيرة للقلاق تم اعتقال الناشط المدني عمار سرحان من قبل قوات الامن داخل منزله في مدينة البصرة من دون أن يتم الكشف عن أسباب الاعتقال أو الاتهامات الموجهة إليه حيث أثار هذا الاعتقال مخوف بشأن حال حريات المواطنين وممارس حقوق الإنسان في المدينة يجو رأسا ما أحس إلا القوة فوقع بالبيت داخل البيت لا احترموا عائلة ولا احترموا خصفصية ولا احترموا أبدا وكأنه يعني مجرم كأنه جاي واحد إرهابي فسعب رأسا قال جيب الموبايلات مالتكم قلت لي هابا شنو وين أمر القبض مالكم ما يقول يا جهة انتم حتى نعرف عنكم شنو ما يعرف ما يقول ما لك شغلة جيب الموبايل ما لك جيبه قلت لي بابا أنا ما جايك من الشارع ولا جايك احنا وين عايشين ما تقول لي وين عايشين قلت لي حتى باك الصدام هم ما هيتي هم كانوا أسوعي قال قبض هم بلغوني ورح طبعا الحرية التعبير كيف له الدستور في عدة مواد ولكن للأسف أن هذه الحرية لم تأخذ طريقة صحيح في التعبير سواء كان الإنسان العادي أو الناشط المدني أو السياسي أو الصحفي فهناك مواد في القانون العراقي تعاقب أشد العقوبات كل من عمر رأيه ينتقد به خاصة الحكومة ومؤسساته بنا في حين أنه إذا أهين المواطن وشهر به تكون المادة أخف منظمات حقوق الإنسان المحلية عبرت عن قلقها العميق إزاء هذا الاعتقال ودعت السلطات المحلية إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل حول سبب هذا الاعتقال وسط مطالبات بضمان حقوق المدنيين وممارس حقوق الإنسان سلسلة الاستهداف بخصوص المشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان في محافظة البصرة إنما هو عمل ممنهج منذ عام 2018 ولحد هذا اللحظة الغريب في الأمر أنه قانون حرية التعبر لحد للم يدخل حيث التنفيذ وهناك إجراءات اعتقال بحق النشطاء والمتصدين والذين دام يتكلمون عن الإصلاح والفساد اعتقال الناشطين يظهر تصاعدا في حالات انتهاك حقوق الإنسان مما يدعو لضرورة مراجعة السياسات والإجراءات التي تؤثر على حريات المواطنين وحقوقهم مصطفى الشمر التغيير الفضائية مدينة البصرة اشتركوا في القناة